إن ده أول لقاء ليهم يعني في المباراة الجاية المفروض إمام عشور هيلعب أصاد أو هيمسك على ساديو ماني شايف إن ده اختيار موفق هيقدر يعمل ده؟ في كل الدعم ليه طبعا وكل التوفيق مواجهة صعبة جدا برضو ممكن الرجل يفكر في حاجات تانية يعني برضو إحنا أنا بتكلم ممكن وفي الحقيقة أثبت نجاحه في كل خطة أو بيورتها وكل مباراة ليها معطياتها كل مباراة ليها ظروفها كل مباراة ليها تشكيلها وليها الشغل اللي أنا هشتغل عليه ممكن يحط يفكر يلعب مثلا بأيمن أشرف جنب ممكن أنا بقول توقعات أو ممكن الرجل يفكر كده يحط أيمن أشرف جنب الوينش ويطلع محمد عبد المناء من ناحية اليمين زي مباراة نيجيريا وده أنا ضده بس هو ممكن يفكر كده عشان إنت هنلعب على ساديو مانيه فدفاعيا أنا هبقى مطالب اللي أنا اشتغل كويس جدا هبقى محتاج حد يقفله دفاعيا بشكل قوي ما كنا أو كل واحد اللي في مكانه مطالب مصر أدينا بشكل كويس جدا فالراجل في موقف الصعب بتاع عمر أتمنى اللي إمام يكون قد الثقة إن شاء الله بإذن الله كل الدعم ليه كل التوفيق لو هو اللي هيلعب من أول اللقاء وجود ساديو مانيه وصلاح كمحترفين في ليفربول شايف ده يخلي فيه نوع من أنواع برضو الثقة عندنا اللي احنا عارفين طريقة اللعب بتاعته بشكل أكتر بسبب وجود صلاح كقائف بالمحاب ما هو العكس يعني أكيد صلاح عنده خبايا عن مانيه ومانيه عنده فدي كلها نصائح هتم توجيهها للعبين هنا أو هنا اللعب الكبير مالوش سيسم معي مالوش ماسك هيقدر يتحرك في الملعب هيقدر الراجل يفضيله مساحات هيقدر هو يتحرك لعمق الملعب هيقدر يسحب هنقدر نستفيد بوجوده في أي حاجة يعني صلاح أنا لحد دلوقتي برضو بعتب على اللي موجود مع صلاح سواء مصطفى أو مرموش مش قادرين يستغله بس خلينا نتكلم برضو إن فيه ضغط كبير على صلاح يعني أي فريق بننزل قدامه هتلاقي صلاح ممسوك على أقل اتنين لتلاتة ده اللي أنا أتكلمك فيه أنا بلوم على اللي جنبه للسبب ده إنه إيه كيمة حالة الفنية يعني لازم استفيد بوجوده صلاح بياخد واحد واثنين وثلاتة معه وشفنا الصورة اللي كانت منتشرة في ممورات المغرب أربع لعيبة حوالي لازم اللعيبة التانية تتحرك بشكل أوضل بشكل كبير تظهر له تخلق له مساحات يشتغل فيها تستغل المساحات اللي هو بيخلقها كمان وحالة التركيز الكبيرة اللي تققى موجود على صلاح لازم اللعيبة دي تستغلها بشكل كبير جدا